طيب بما أني قاعد أكل وهذه الوجبة الرئيسية اللي عندي في اليوم لأني صايم من أمس خلوني تكلم شوي الحين أكثر الناس يخافون من الدهون تمام تخاف لما تأخذ لقمة أنت كذا من السلمون وتشوف كل هالدهون هذي ما يصرح هذي بتتمنى هذي بتتويني مشكلة هذي بتشد شرايين قلبي بابا الدهون بريئة الدهون الطبيعية بريئة من أمراض القلب تمام اللي يسد شرايينك تريجلس رايتس اللي هي الدهون الثلاثية اللي من عند تأتي تأتي من خبص الكارب الأليم الكارب المصنع اللي طالعك المصنع تصبح لي عن هوتلة وتمسي لي طالع عمرك على دونات ومن يعرف إيش هذي كلها السكاكة التي تسويك ترفع الجلس رايتس وترفع معها ال ال دي ال اللي هو الدهون الضارة وهلم يا جلطات لكن الدهون الطبيعية هذي شفت الشحوم هذي هذي هي الحياة كلها الأولين ما صابوا ممراضة اللي تصيبك الحين ليش معنهم يأكلون نفس السمك يعني عشان أكفر الموضوع بشكل علمي وأكون منصف مو كل الدهون صحية إذا تدخل مطبخكم وتشوف زيت هذا العربي وما زولة اللي عليه ذرة وعليه دجاجة قاعدة ترقص ومن هذا الكلام على بالك إنه طبيعي وقاعد تحطه قسما بالله لغير يسد شرايين قلبك هذا يرفع الالتهابات في الجسم هذا مليان وميغا سيكس ما هو طبيعي مصنع مصنع تبغى الدهون الطبيعية عليك بالودك الودك اللي هو الشحم الحيوانات عليك بالسمن الحيواني عليك بزيت جوز الهند عليك بزيت زيتون البكر المعصورة على البارد لم تجي حرارة تضيع المركبات اللي داخله عليك بزيت الأفوكادو عليك بزيت الجوز عليك بزيت اللوز عليك بزيت القرطم عليك بزيت الفلفل أنواع زيوت أنا شوفها لما أدخل مراكز مثل الدانوب والتميمي والله مهجورة يعني في الرف تلقاه كده عليها عنكبوت والعنكبوت مسكين حطيه كده حزين ما حد يشتريها ما حد يشتريها ولا يدري عنها فاللي الأمة في مازولة والعربي لذلك في نظام صحي يسمى الباليو أوكي في ناس يسمونه الباليو يعتمد على أنه كل أكلك يكون طبيعي ما يكون فيه شيء مصنع أنك ترجع زي الإنسان القديم الإنسان القديم ما كان عنده يعني بساكيت ما كان عنده طالع عمرك جنكفود ما كان عنده بورقر يطلبه طالع عمرك وفيه صلص وكذا كان يأكل من الطبيعة فهذا النظام طبعا ممتاز جدا لأن فكرته تقوم على أن الإنسان جسمك يلا خلقه طبيعي يتعامل مع الأكل الطبيعي ويهرب من الأكل المصنع فإذا قدرت أنت نفس النظام الباليو هذا أنك تسوي له دمج مع أي نظام آخر يا سعد حظك في هذه الحياة سواء كان نظامك كيتو سواء كان نظامك كارنيفور سواء كان نظامك هاي كارب سواء كنت تضخم أو تنشف أو أي حاجة أنك تحاول تدخل في جسمك أكل طبيعي ما تدخل في شيء مصنع لكن الطبيعي لا تخاف منه ما هو المشكلة أبدا المشكلة جت من عام 1956 ولها سالفة طويلة ممكن أفضل وأقولها لكم كيف بدأت مصيبة الكارب فزي ما قلت لكم مع العلم الحديث اكتشفوا أن الكوليسترول أصلا بريء من أمراض القلب البيض وصفاره وماله دخل أصلا في أمراض القلب وكل يا حبيبي بأي شيء طبيعي حلالا طيبا الأهم ابعد عن أشياء مصنعة فهذا هو أقولها لكم بكل اختصار يا جماعة إذا أنت تبغى حياه يعني سعيدة وتبغى حياه يعني إن شاء الله في الصحة والعافية الموضوع سهل لا خصاية أغذية ولا أتكلمني ولا أكلمك المسألة إلجأ إلى الأكل الطبيعي الذي خلقه الله على طبيعته مو تروح تحط لي السكر بيض تقول لي هذا ما خلق الله لا أبدا السكر بيض مصنع هذا السكروت احتوي على الفركتوز وعلى الجلوكوتس والله لغير يرقص قلبك ويرفع سكرك ويسوي لك مصايب الدنيا كلها فأهم شيء تبحث في الأكل اللي أنت بتاكله هل هو طبيعي خلق الله حلالا طيبا وإذا هو مو طبيعي وخلقين البشر ومسوينا مصنعينه فأخرب منه أبدا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ربي يقول لك يتحدى بها بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر